تسريع وترة التحول الرقمي في القارة الإفريقية من خلال توحيد الجهود والتبادل الخبرات أبرز ما توقف عنده المشاركون في القمة الإفريقية للرقمنة المنعقدة بالجزائر المناسبة كانت فرصة لتتمين دور الجزائر في المشهد الرقمي الإفريقي من خلال إبراز التقدم الذي حققته خصوصا في مجال البنية التحتية هذا اللقاء الهام لتبعاته الجديدة لضم مجهودات تلك لقاءات ICT Magran, Digital African Summit, Alviting إذن هي فرصة طبعاً بالنسبة لنا للقاء كل الفائلين في ميدان تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتكنولوجيات الرقمية بصفة عامة هذا اللقاء يسمحنا بالوقوف على ما تم إنجازه وما تم تحقيقه خلال السنوات قليلة الأخيرة على مستوى الجزائر فيما يخص تطوير البنية التحتية لتكنولوجيات الإعلام والانتصال سواء بشقها لشبكات أو بشقها للبنية التحتية للخدمات الباردية والباردية المالية البعد القاري لمختلف المبادرات التي تقوم بهم الجزائر مؤخراً في هذا المجال المجال الرقمي لأننا نؤمن أننا معاً مع إخواتنا في كل دول إفريقية ممكن أن نجعل من السوق الإفريقية في المجال الرقمي سوق أفضل وأيضاً ضرورة تعاون كلنا لكي نجعل من البيئة من نظام بيئي لهذا الاختصال الرقمي نظام بيئي يسمح لبروز إن شاء الله شركات ستتمكن من البروز سواء على المستوى الوطني أو على المستوى القاري القيمة الإفريقية للرقمنة والتي تعقد على مدار ثلاثة أيام ستكون فرصة لتبادل الرؤى بين مختلف الفاعلين الأفارقة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في سبيل التطوير الحلول الرقمية يكتسب هذا الملتقى أهمية خاصة لأنه يهدف إلى تحفيز الدكاء الجماعي لمناقشة أهمية التطور الرقمي في الجزائر وفي قاراتنا الإفريقية ونحن نعلم أن المؤسسات الرقمنة المحلية هي المفتاح للضمان النمو الاقتصاد المستداد لذلك يتوجب علينا أن نعمل معا لإبراز الكفاءات الوطنية والقارية لاغتنام فرص هذه الطورة الرقمية وتزامناً ونعقد القمة الإفريقية للرقمنة الصالون الدولي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال كان في الموعد من خلال إبراز قدرات المؤسسات الناشطة في البيئة الرقمية وزالة الرقمية الجزائر لديها الخبرة لمقاسمتها مع الدول الإفريقية الأخرى لأنها استطاعت أن تنجز مشاريع كبيرة في مجال التكنولوجيا والرقمنا ونحن جئنا بحثا عن هذه الشراكة في المجال التكنولوجي والاقتصادي ما سيسمح لنا بتلبية حاجية الزبائن في بلداننا وبناء جسور لتبادل المعلومات للسير معا في طريق التطور السهر على توفير مناخ ملائم للابتكار من خلال تبادل التجارب لوضع السياسات الإفريقية مشتركة من شأنه تقليص الفجوة الرقمية وتحقيق نمو اقتصادي شامل في القارة الإفريقية